يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي يا من أحاط الخلق بالآلاء مشاهدين الكرام لقد انتهت فعليات الجلسة اليوم والساعة قد عبرت منتصف الليل ولكن ما زال هناك العشرار من المتطوعين الذين لا يزالوا يعملون لخدمة هذه الجلسة وخدمة ضيوف المسيح المعود فهم يهتمون للأمن وسلامة وراحة ضيوف المسيح المعود وضيوف هذه الجلسة دعونا الآن نتعرف عن قرب على هذه المهام الليلية أنت الملاذ وأنت كهف نفوسنا في هذه الدنيا وبعد فناء نتعرف عن قرب على هذه المهام الليلية في هذه المهام الليلية سوى جديد ، إنه سوى لطلع ، سيئة على شعه أو مكاني ، أنه ليست موجود و أنت موجودة. فسيناك أيضًا في سبيل آخر هو موجودة في خلال ما يجب أن يكون جداً. مثلاً نحن نحن بيجب كل شيء ، نحن برباء المرات ، نحن بيجب أن نحن برباء مطالنا في المدينة التي تلك المنزلسة. هناك جميع عملكة. واحد يستمع الأمور. واحد يستمع الأمور. ثم يمكننا التراني والمماريون يستمع المشكلة بكل تحديث والمستقبل. يدرى بذكرك في التراب ندائي في الأعمال الليلية يجتمع الحماس والتعاون والأخوة بين هؤلاء العاملين فهؤلاء العاملين هم يعملون بالسر خلف الكواليس ونقول لهم من هنا بارك الله فيكم على جهودكم لإنجاح هذه الجلسة وجزاكم الله أحسن الجزاء